بتستخدميه عشان تعرفي نفسك ايه وضع الاقتصاد ومؤشرات التنمية واي نوع من انواع الاتجاه بتسلكه وضع الاقتصاد العربي لو باخد هذه المؤشرات نمو، تضخم، بطالة، توزيع داخل وفقر الوضع العربي في غاية السوق معدل النمو يعلم من معدل النمو العالمي معدل النمو العالمي اللي هو سيء ايضا وصل الـ 2.6% في التوقعات الوضع العربي لا يتجاوز 6 لـ 8 من 10% في بعض الدول العربية اعلى من ذلك بكثير زي حالة مصر مثلا بتتراوح ما بين 5 لـ 6% اوضاع الفقر في المنطقة العربية المنطقة العربية او منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي المنطقة الوحيدة اللي ذات فيها نسبة من يعانون من الفقر المطقع على مستوى العالم حتى افريقيا جنوب الصحراء باجتهادهم ادروا يخفضوا هذه النسبة وان كانت الاعداد في المطلق اكبر لان زيادة السكانية حدثت هناك المؤشر الاخر عن موضوع التضخم والغلاء هناك تفاوت بين الدول العربية في هذا الشأن ولكن ايضا معدلات التضخم اعلى مما تحتمله دخول الناس المؤشر الاخير ما يرتبط وهو الاهم في بعض الاحوال اللي هو ارتفاع معدل البطالة ونسب التشغيل برضو المنطقة العربية تعاني من هذا الامر لو بضيف للاربع مؤشرات دول المؤشر اخر عن توزيع الدخل فللأسف المنطقة العربية احتلت قمة المناطق اقتصاديا في انها تكون الاسوأ في توزيع الدخول على مستوى العالم ده كان مكان بتحتل في المعتاد دول امريكا اللاتينية في التفاوت في توزيع الدخل والثروب لأسف المنطقة العربية بمؤشر بسيط ونسبة العشرة في المئة الاغنى من دخول المجتمعات تجاوز 64% المتوسطات في دول اخرى حتى اوروبا اللي فيها شكوى من التفاوت الارقام هناك ما بين 40% ل 45% ده كله بيخلينا ان احنا نتكلم عن التوجه في المستقبل لازم يركز عليه ما يجب ان تكون عليه اولويات التنمية ما يجب ان تكون عليه اولويات التنمية في المنطقة ونحن مقبلون على 2020 لو اخترت مجموعة عناصر مش بس على سبيل التبسيط ولكن الاعتبارات اقتصادية واجتماعية وانسانية لا يجوز انه في المنطقة العربية يعاني 18 مليون من سكانها من الفقر المطقع لا يجوز بحكم الموالد وبحكم القدرات وبحكم الامكانيات 18 مليون دول اللي زادوا عن الرقم اللي كان سابق في سالة 2013 كان حوالي 9 مليون لو بكلم عن الصين في 1.4 مليار انسان هناك في سالة 2015 كان عدد من يعاني الفقر في المطقع في الصين 58 مليون انا كنت هناك من حوالي 3 اسابيع وفي اجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزنة قالنا العام القادم 2020 لن يكون هناك فقير واحد في الصين بتعريف الفقر المطقع 58 مليون دول تم اعداد برامج للتعليم والتدريب والرعاية الصحية ودعم السكن وتوفير الغذاء والملابس حتى ده حاجة اضافية اكتهدوا فيها من عندهم بحيث انه 58 مليون حيختفوا من مؤشرات الفقر المطقع يعني فقرهم هو اللي يختفي بشهما ما نفسهم طب قليلا بس أولا نشرح ما هو الفقر المطقع مقارنة بالفقر العادي ايه المسألة مرتبطة بالمؤشرات اللي بتستخدم عن ما يعرف بالمؤشر الحارج للفقر المطقع في اليوم دولار وتسعين سنت يعني أهل من اتنين دولار هو ده حد حد الفقر المطقع كل دولة بتكيف هذا الرقم يعني ممكن الرقم يكون أقل من ده المتوسط العالمي فبعض الدول ممكن يكون أقل من هذا وفي دول أخرى بيكون أعلى من ذلك فقدرتك على أنك تنتشي لأعداد الناس من الفقر المطقع هو ده اللي بيبقى فيه اجتهاد في السياسات والموارد يعني عارف ممكن تسألي عن وضع مصر يعني بالمؤشر ده بالمؤشر المصري مش المؤشر العالمي بالمؤشر المصري اللي طلع مؤخرا من جهاز المركز التعبير العام والإحصاء عدد المصريين اللي يقعون تحت قط الفقر المطقع ستة مليون مواطن تقريبا بمؤشر الخط الفقري العام اللي هو بياخد مؤشرات أعلى بمكونات غذائية وغير غذائية العدد اللي أشير له اتنين وثلاثين مليون مواطن اتنين وثلاثين في المية اتنين وثلاثين في المية وهم تقريبا بالكلم بالضبط بنسب من مئة مليون تقريبا فهم نفس العدد تقريبا وهنا طبعا فيه أكتر من اعتبار أول حاجة أنه فيه شجاعة من الجهات الحكومية الرسمية أنها تصرح بهذا الرقم وتظهر زيادته الأمر الآخر أنه هناك أيضا إجراءات بيتم اتخاذها من خلال إجراءات مختلفة للتعامل مع زيادة الفقر ولكن المسألة ليست فقط دعم الدعم ده بيفيد في وقت من الأوقات سواء نقدي غير نقدي أو غير ذلك أو بالمسندة الاجتماعية ولكن الطريقة المثلة اللي شفناها في الصين وفي كوريا وفي سنغافورة وفي بعض الدول حتى في أفريقيا التي نجحت في هذا المجال أنه بيتم فيه استثمار في ثلاثة في رأس المال البشري تعليم وتدريب ورعاية صحية باستثمار في البنية الأساسية بما في ذلك البنية الأساسية التكنولوجية لدي بترتقي بفرص الناس في الالتحاق بفرص العمل والحصول على دخول مناسبة والاستثمار التالت هو استثمار في التوقي من استضامات ده بتدخل جواه بقى كل نظم الضمار الاجتماعي والمسندة والمساعدة وما يمكن أن تقدموا الدولة من أماية يعني هناك أمل في الفترة القادمة باتخاذ مجموعة من السياسات في دول نجحت فعلا في القضاء على الفقر في تخفيض نسبة الفقر أنا رجبت الدولة الأكبر نجاحا على مستوى العالم والأكبر في عدد السكان الصين كان عدد من يعانون الفقر بكفة بقى مستوياته كانوا 850 مليون مواطن 850 مليون مواطن على مدار التلاتين سنة اللي فاتوا قدروا ينتشلوا كل هؤلاء من فخ الفقر ما فضلش عندهم غير الرقم اللي قلت لحضرتك 58 مليون باستثمارات برعاية بعناية وصل لهذا الرقم الميزة بالطريقة الناجحة دي إن أنا مش بس بقدر أنتشل الفقر الفقراء من فخ الفقر المطقع ولكن بأعين الطبقة المتوسطة إزاي لأنه أنا أتحرك تعليم صحة بنية أساسية معناها فرص عمل للمعلمين للأطباء للممرضات والممرضين زيادة الدخل للي بيشتغل في البنية الأساسية فأنا وأنا بيقض بهذا المنهج الاستثماري التنموي مش بس مسألة تحويل لدخول من فئة لفئة مهم مش بس إجراءات لإعادة توزيع الداخل والطروة مهم للغاية ولكن في نفس الوقت بأوتيع فرص كبيرة جدا للطبقة الوسطى ولكافة فئات المجتمع أنها تستفيد أيضا من جهود انتشال الفقراء من فقوة أو من قاع الفقر ترجمة نانسي قنقر